مع ساعات الصباح الأولى تصدع أشعة الشمس على صفحة المياه في بحيرة فيكتوريا ويعود الصيادون إلى المرفأ بعد ليلة طويلة محفوفة بالمخاطر فبعد الانتهاء من عملهم اليومي في الصيد وبيع غلتهم منهم من يعود لعائلته ومنهم من يمضي وقته بين بائعات الهوى في حناتي كاسانسيرو لدي صديقة وجدت دمان داخل واقن داكري بعد قيمها بعلاقة مع أحد الرجال هل ذلك دليل على إصابته بالمرض لا أعلم فالكثير من المميسات يقصدن هذه المنطقة التي يتمتع الصيدون فيها بدخل مرتفع نسبيا في ذروة موسم الصيد ثم يعودنا حاملات بعض المال في جيوبهن إضافة إلى فيروس نقص المناعة غالبا نتواجد في مكان للصيد ويأتي الكثيرون إلى هنا لتمضية أوقاتهم بين بائعات الهوى المتواجدات بكثرة هنا في هذه المنطقة تحديدا سجلت أول إصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة في الثمانينيات واليوم يحمل 43% من سكانها البالغ عددهم 10 ألاف نسم هذا الفيروس القاتل فيما نسبة الإصابة بهذا المرض 7% في سائر مناطق البلاد